مرحبا كيفكم؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الجوزاء راح أحاول أحكي فيها عن مشاعر الحبيب ناويه وإلى ما ستقول علاقتكما بالتوازي راح أتحدث كذلك عن مشاعرك أنت يا برج الجوزاء راح أعمله بطريقة المرايا كذلك راح أتحدث عن العزيب راح نشوف هل يعني في قدوم شخص جديد بحياتهم وكما عودتكم أن هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع وفي احتمالية أن تكون القراءة كثيرة كذلك يعني وما تنسوا تعملوني لايك وسبسكرايب لقناتي تدعموني بالكومنت وشكرا لعلكم برج الجوزاء عم شوفي برج الجوزاء على أنه أنت حاليا متعلق بشخص بشدة يعني عم شوفك مقادر تبتعد عنه بتضل طول الوقت تفكر فيه عم شوفك يعني يعني ممكن للبعض من برج الجوزاء بيعمل تخاطر بده يعني يرجع هذا الحب كيف ما كان هذا الإنسان مقادر تبعد عنه بمرة كمان ممكن تكون أنت مرتبط ببرج الجوزاء عم شوف الحبيب أو طاقة الحبيب كتير هذا الإنسان زعلان زعلان اللي فقد شيء ما يعني هو فقدين ممكن علاقة فقدين شخص عزيز على قلبه ممكن تكون شخص بعيلته توفى ممكن أي شيء فقدان شيء كان بحبه كان حلم بالنسبة له كان شيء كتير كبير وكتير زعلان عليه كمان عم شوف على أنه مشاعرك نحو هذا الإنسان كأنه أنتوا بتعدتوا عن بعض بيبين بالورق أنه أنتوا مبتعدين عن بعض وكل واحد ممكن وصلته لمرحلة خسرته فيها بعض لأنه عم شوف كأنه أنت حصل لك شيء حسيت أنه هذه العلاقة خلص ماتت ممكن وقع شيء أو قلت له أنت حكي حسيت أنه خلص ما رح يعني يرجع لهذا الإنسان بالمرة لأنه أنا تجاوزت الحدود أنا عملت أشيء ممكن مستحيل يسامحني عليها أو يعني الحكاية يعني بالعكس حاولوا أنه إذا ما حسيتوا القراءة تنطبق هيك حاولوا تشوفوا عكسه عم شوف كذلك حتى مشاعره هو بحاولوا يوازن مشاعره كأنه هذا الإنسان حاسس بألم حاسس بوجع حاسس بفقدان شيء كتير عزيز على قلبه وعم يحاولوا يوازن بين حياته بين العمل وبين الحياة الطبيعية حاول يجد التوازن بحياته لأنه مو واجده أبدا حتى ممكن أنا عم شوفه عم يتمنى أن يعني أنت حكي معه أوقيت بتذكر الأيام الحلوة اللي كانت معه اللي كنتوا أنتوا مع بعض برغم في حنين في حنين للماضي أنت وياه حتى أنت بتحس حالك أنه العلاقة وصلت لمرحلة ممكن ما ترجع أبدا عم شوف كذلك الأشياء اللي ممكن يعني كانت سبب أنه العلاقة ما تتطور أو كانت ما بتحبه بالشريك عم شوفك كأنه كنت يعني أنت كشخص بتحب أنه الأشياء تأتي بسرعة هو شخص ممكن شخص ترابي شخص تقيل بيعملوا الخطوة بعد تفكير طويل وأنت شخص بتحب الأشياء تجي بسرعة ممكن للبعض منكن كان بدهم ترسيم علاقة كان بدهم يطوروا العلاقة يروحوا فيها إلى شيء من يعني أبعد بس ما يعني حسيتك أنه هذا الإنسان لا يصارحكم بالحقيقة ما بيقولكم الأشياء اللي بقلبه تحسوا كأنه هذه العلاقة خلص يعني لوين رايحه وأنا هذا الإنسان لا يحكيني عن مكنونة قلبه عم شوف كذلك الأشياء ممكن يجي بيه فيه إنه ما بينسيك حتى لو شو ما عملت ما بينسيك هذا الإنسان بيضل يتذكره لذلك أنا عم شوفي الشريك الأشياء اللي ما بيحبه هو فيك على إنه إنت إنت حسيث أوقات بتطلب منه اهتمام أكثر فيك بدك يعني اهتمام كتير كبير هو ما بده ها شغلة أو ممكن بيشوفه أشياء تافهة ممكن إنت بدك يسأل عنك كل الوقت وهو هذا الأشياء يعني ترهقه بتحسسه إنه يعني هو شخص شوي تحسه أنت بارد كذلك بما يتعلق بالأشياء الإيجيبي اللي بيحبه فيك هو عم شوفه بيحبك إنه لما أنت متنوع بالحياة يعني يعني عندك كتير مواهب الحياة عندك كتير أشياء ترغب فيها بفرد مرة تحلم أو تريد أشياء كتير عديدة وتسعى إليها وبحب هذا التنوع اللي في شخصيتك أنت كذلك عم شوف بما يتعلق بالنوايا أنا عم شوفه هو ينوي إنه ترجع هذه العلاقة إلى ما كانت إليه حتى يعني بدتوا يصلح الأمر بدتوا ترجعوا لبعض لأنه عم شوفه بيضل يتذكرك هذا الإنسان ما نساك أبدا بما يتعلق ب بنواياك أنت ممكن شوي شايل بقلبك من ناحية هذا الإنسان ممكن عم شوف يعني شايل بقلبك جواتك عم شوفك كتير ممكن للبعض ما بيحكوا للبعض يعني قافل الأبويب وما بتحكي معه كذلك عم شوف على أنه يعني يا هذا الإنسان يتزوجني ويطلب من يعني 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 يحكي للي بقلبه ويكون قرار حاسم إنه بده الزواج واستقرار يعني العلاقة يبتعد عني بنوب ممكن لي أنه عم شوفك يا برج الجوزاء أنه خلص ملت أنه هذا العلاقة تطول من غير شيء جده كذلك عم شوف يا برج الجوزاء العشاء أو إلى ما ستقول علاقتكما عم شوف أنا برج الجوزاء العلاقة رح تأتي يعني رح تتجدد عم شوف في بداية جديدة ورح تكون هذه البداية فيها توازن يعني رح تاخده تعطي فيها تحس إنه العلاقة أصبح فيها توازن فيها أخده عطا مو بس الشخص واحد اللي بيعطي بالعلاقة عم شوف إنه قوة الحب بيناتكم رح ترجعكم لأنه عم شوفكم أو طاقتك أنت يا برج الجوزاء متشبت بهذا العلاقة ومتشبت بهذا الإنسان مو قادر تنساه بالرغم من إنه في مشاكل بينك وبينه عم شوفكم عم تراقبوا بعض وعم تحكوا مع بعض كذلك حتى للناس العزيب عم شوفهم يعني سيلتقوا بشخص جديد بحياتهم كمان عم شوف يا برج الجوزاء أنه رح تتعرف على شخص شخص رح يكون جدا جميل بهذا الشهر بس رح تتعرف عليه بمحد الصدفة صدفة رح تكون غريبة عجيبة رح تتعرف على هذا الإنسان فيه ممكن رح تحس أنه إنت فرش بهذه العلاقة كأنه هذه العلاقة أحيت فيك أشياء جديدة ممكن يكون هذا الإنسان من مكان بعيد يكون مسافر يكون ساكن بمكان بعيد عنك مو يعني بنفس البلد اللي أنت عايش فيه أو مو بنفس المدينة اللي أنت عايش فيها عم شوف الطاقات اللي عم تطلع عندي بهذه القراءة عم شوف العقراب الجدي عم شوف كذلك برج الحوت برج القوس وعم شوف كذلك حتى كل الأبراج تقريبا كل الأبراج من أبراج هوائي ناري لترابي بس يعني الطاقات أو الأبراج اللي تطلع عندي هي القوس العقراب الحوت الجدي هيدا اللي بيطلع عندي رح أخذ نصائح للقر عم شوف أنه الأوراق تحكي على أنه رح تكون في ريليشنشيب أو في علاقة متجانسة مع شخص ما ممكن حتى للناس اللي هني بهذه العلاقة والأحوال حاليا مش زابطة أبدا عم شوف أنه العلاقة بالمستقبل رح تكون جيدة جدا ورح يعني رح يكون في تجانس واتفاق وبالعلاقة رح يكون تاويزن رح تلاقوا الأشياء التي تشملكن أنتو هذا الشريك كمان للناس اللي رح العزب اللي رح يلتقوا بشخص جديد عم شوفوا أنه رح يلاقوا حالهم معهم بصفة جميلة رح يحسوا أنه هذا الشريك التي كنت أبحث عنه كمان عم شوفهم رح يلتقوا مع بعض بمحد الصدفة يعني صدفة غريبة عجيبة كمان رح تخلق هذا اللقاء كمان ممكن لما تلتقي مع هذا الشخص رح تحس بفايد من المشاعر نحو هذا الإنسان كمان هون بيقلك مفتاح لصلواتك لتقبل هو أنه تنسى كل شيء كنت تظن نفسك أنه محتاج لإلق ممكن مثلا أنه كان بدي هذه العلاقة بالضبط ممكن تنسى هذا الموضوع تطلب من الله أن يعطيك كل شيء فيه خير ممكن يأتيك الخير بشخص آخر يعني كمان هون بيقلك اسأل الناس أو اسأل الناس اللي اللي بتحسوا رابعة على قلبك أو ممكن تسألني أنا أنه لساعدك في تحسين نفسك كأنه أنت يبرج الجوزة هدي دعوة لإلك أنه تسأل نفسك بالضبط شو بدك من هذه العلاقة هل هي علاقة صحية هل هي علاقة جيدة إذا هذه العلاقة جيدة فحاول أنه تتوازن مع الشريك إذا أنت ما بتشعر أنه منا متوازن العلاقة فحاول تلاقي حل تلاقي حل مع هذا الشريك لأنه عم شوفكم مؤادرين تبعدوا عن بعض مؤادرين تبقوا مع بعض بتضلوا تشرحوا بعض كمان عم شوف أنه هون بيقلك أي شيء بدك إيه حاول أنه تاخد بيسك أو تاخده كمغامرة وتعمله لأنه ما تخاف من الشيء الذي تريده حاول تعمله أي شيء بدك إيه كان عمل كان علاقة كان شيء أنا بيبين لي بالورع أنه حاول تحسن من نفسك حاول تشمل الدعاء بكل شيء ما تحددوا حاول تشوف الحياة بمنظار آخر وكذلك يعني هيدا بشرة للناس العزيب عم شوفهم رح يتقوا مع شخص جميل جدا رح ترتاحوا معه هيدا كل شيء بيطلع عندي يا برج الجوزي بتمنى أنه يكون حكيت والونه بتاع بتمنى لكم كل الخير والمسررات وما تستطيع بلولي لايك